اشتركوا في القناة في حالة حربة مع مصر تستطيع مصر أن تفتش وأن تمنع السفن الزهبة منها والقادمة منها العابرة أنا أطالب مصر بأن تحشد كل قواها في المنطقة لحل المشكلة كل كروتها لا في كروت أنت مستخدمتها في دول في المنطقة قادرة للضغط بشدة على إثيوبيا لم تمارس هذا الضغط أدي واحد مش بقصد دول العربية كمان على فكرة لأنها إسرائيل جزء من المشكلة إيه لخلها جزء من المشكلة ما تيجي تقوله أنا بينه وبينك اتفاقين سلام لم أخرقها أبدا رغم كل استفزازاتك إزاي تروح تساعد دولة والاتفاقية بتنص على أن كل الطرفين ما يومشوا بعمل عداء الطرف الآخر لماذا خابلوا أن يكونوا مساعدين ومعاونين في صد النهض هم بينكروا وقالوا لنا علاقة وما نعرفش ده طبعا كلام احنا متعودين عليه وعارفينه لكن هو كان يستطيع بتأثيره على أديسة بابا ولزال هذا الأمر قائما أنه غير الوضع إلا إذا كان هناك اتفاقيات سرية لوصول مياه النيل إلى إسرائيل عن غير طريق مصر ودي سيناريوهات قديمة أوي موجودة سيناريوهات قديمة ومزعجة إسرائيل لو اختنعت بضرورة دعم مصر في موضوع صد النهضة الموقف في الأمريكا حيتغير وأقول لك من كده كمان والموقف في الروس حيتغير إحنا بش متصورين تأثير إسرائيل غير المباشر على القوى الدولية صانعة القرار طبعا أنا كده هعكس المنطق إذا كنت أنا بقالي 10 سين بتفاوض ما بوصلش النتيجة يبقى إسرائيل وراء إنها ما بوصلش النتيجة مزبوط ترجمة نانسي قنقر